موسيقى مشاهدين الأكارم مساء الخير وأهلا بكم إلى حديث 2015 نعود فيه إلى التبادل الذي انتهى قبل ساعة بين قافلتين من جرح الحرب السورية القافلة الأولى خرجت من حصار جيش الفتح إلى تركيا في بيروت في كفريا والفوعة وضمت 338 جريحا من المقاتلين والمدنيين وسلكت الأخرى طريقا معاكسا عبر بيروت حاملة من حصار المقاومة والجيش السوري في مدينة الزبداني 123 جريحا من المقاتلين وأفراد أسرتهم قد تكون انتهت لمن خرجوا الحرب ولكنها تستمر لمن بقيوا في الحصار وخارجه في سوريا التفاهم الذي أطفأ جبهة من عشرات الجبهات السورية لستة أشهر لا يزال في بدايته والأصعب والأعقد لا يزال أمام الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري والمفاوضين الذين عملوا على تنفيذ تفاهم تركي إيراني بعد أن تحولت الزبداني في ريف دماشق وكفريا والفوعة في شمال سوريا إلى جبهات مواجهة بالوكالة بين عن طهران واسطنبول عن هذا التفاهم وما تبقى منه أرحب بضيفي من دماشق الأستاذ محمد أبو القاسم رئيس حزب التضامن السوري المعارض وهو ينحدر أيضا من مدينة الزبداني كما نرحب أيضا بالأستاذ عبدالله علي الخبير في المجموعات الإسلامية وأبدأ معك أستاذ محمد أبو القاسم هل بالمرحلة الثانية التي شاهدناها يوم أمس نستطيع القول بأن الحرب بالنسبة للزبداني قد انتهت وهل خرجت الزبداني بعد وقف العمليات العسكرية وسحب جزء من المسلحين من الخارطة العسكرية في سوريا أولا مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين طبعا قبل أن ندخل بهذا الأمر علينا أولا أن نوضح هناك لغة كبيرة لدى الناس ولدى الإعلام بأن هذا الاتفاق الذي حصل في الأمس هو المرحلة الثانية من الاتفاق الاتفاق كله 25 بند هنن عبارة عن مرحلتين مرحلة أولى بدتها ستة شهر ومرحلة ثانية تبدأ بعد ستة شهر خليني بس وضح لك إذا يسمح لنا الوقت طبعا لستاتنا في البداية ما هي المراحل التي تم الاتفاق عليها وما هي المراحل التي نفذت وكيف تم اجتياز عوضا عن مراحل يعني بصراحة الاتفاق كان ينص على أن الزبداني ومضايا وبقين ووادي بردة وسرغايا كلهم في سلة واحدة المرحلة الأولى تبدأ بوقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة وتمددت إلى 48 ساعة والثانية تسبت الهدن لمدة ستة أشهر البند رقم واحد يحدد أن هناك مرحلتين مرحلة أولى ومرحلة ثانية رقم اثنين الهدن لمدة ستة أشهر هناك في البند رقم ثلاثة أن المناطق التي تشهد وقف إطلاق نار حد دات وهي مضايا بقين سرغايا وفي الشمال فوع كفرية بنش تفتناز طعوم معارضة مصرين مدينة إدلب وشلخ ورام حمدان هذه المناطق خرقت الهدن كثيرا خلال هذه الفترة البند رقم أربعة كان ينص على خروج كامل المسلحين والجرحة من مدينة الزبداني هذا الأمر تم الاتفاق عليه بـ 24 أيلول نحن اليوم بعد ثلاثة شهور وبضعة أيام ما حسنت أن توصل الأمم المتحدة والأطراف المتفقة على الهدنة إلا لبند خروج الجرحة فقط حيث خرج كما ذكرت 123 جريح أو 123 شخص بينهم 70 جريح 53 مدني بينهم 18 أمرأة وهناك ملاحظة صغيرة أريد أن أقولها وبينهم تسعة قادة تسعة قادة سنفصل في ما حدث يوم أمس ولكن أنا أتحدث نحن نعرف بأن هناك مراحل أصطلحة على تسمية ما حدث أمس بالمرحلة الثانية لأنه كانت المرحلة الأولى أو عطبرة المرحلة الأولى هي في وقف إطلاق النار وأن حدثت خروقات من الطرفين لوقف إطلاق النار والي الهدنة ولكن اليوم سنفصل خلال الحلقة لكن فقط بشكل ربما هو السؤال المفتاح للنقاش اليوم هل نستطيع القول بأن ما حدث يوم أمس أخرج الزبداني بشكل كبير أو بشكل كامل من الخارطة العسكرية في سوريا إلى الآن لا نستطيع أن أقول ذلك لأن ما حدث هو خروج بعض الجرحة وبقاء المسلحين طبعا المسلحين خلينا نفصلهم هناك نصف المسلحين الموجودين مؤمنين بالعودة وتسوية أوضاعهم وأيضا بس الصوت والعودة وتسوية أوضاعهم وبصراحة أنا على تواصل وقدمت لي قائمة من 200 اسم تقريبا ها هي القائمة لتسوية أوضاعهم بغض النظر عن خلينا ننصفهم أنه بالمسلحين المتطرفين في الزبداني أيضا ما يحدث ما حدث في الأمس من خروج القادة القادة من أحرار الشام والمسلحين إلى إدلب هذا يعني بأنه لم يبقى في الزبداني تحديدا من هم تابعين لأحرار الشام إلا القليل وبقائد واحد فقط فإذا خرجها فستخرج من المعادلة لأن الزبداني كانت موضوعة مقابل الفوع وكفرية فممكن ساعتها أو حينها أنه جيش الفتح يعود بالعمليات إذا خرج مقاتليه ممكن أن يعود بقصف الفوع وكفرية وتعود لعمليات العسكرية سأنتقل بسؤال من فضلك إلى الأستاذ عبدالله علي أستاذ عبدالله أحرار الشام اليوم بعد عشرين يوما من معركة الزبداني سريعا بدأت بالهجوم على كفرية الفوع وأعلنت عن معادلة كفرية الفوع مقابل الزبداني لماذا اخترقت هذه المجموعات للمرة الأولى محرما من محرمتها بأن تقبل بهدنة أو تسوية مع الجيش السوري وكيف برأيك سينعكس ذلك على علاقة أحرار الشام ببقية الفصائل المسلحة وهي طبعا حليفة للنصرة القاعدة في سوريا وأيضا لغيرها وأيضا لفصائل الجيش الفتح هي في تحالف مع هذه الفصائل وهي كلها فصائل متشددة وقاعدية وأيضا شاركت في الهجوم على كفرية والفوع وهي من أفشل الهدنة لمرتين نحن نعرف تفاصيل الاتفاق الأول أو الوصول إلى الاتفاق أول مرة والثاني مرة من أفشلها هي أحرار الشام حتى أنها فاوضت على مقاتليها فقط في الزبداني وأهملت بقية المقاتلين نعم بداية مساء الخير لك والأسادة المشاهدين يعني هذه نقطة في غاية الأهمية وينبغي التركيز عليها أن من طرح معادلة الفوعة كفرية مقابل الزبداني هم أحرار الشام بعدما أحس أن الزبداني باتت ساقطة عسكريا وبات الدفاع عنها غير مجدي وهذا يناقض كل الخطاب والأدبيات التي دائبت هذه الفصائل على طرحها من أن هناك مؤامرة لتعديل ديمغرافية المنطقة وهذه نقطة جوهرية أما بالنسبة لموضوع الهدن فهدنة الزبداني الفوعة لم تكن الأولى ولكنها كانت الأهم والأكثر علنية وقد سبقها هدنة أحياء حمص القديمة ولكن لم يكن من الواضح ظهور دور أحرار الشام فيها أما في هدنة الزبداني الفوعة ونتيجة التطورات العسكرية والسياسية ورغبة بعض الأطراف الأقليمية الداعمة لأحرار الشام بتلميعها وتظهيرها على أنها طرف يعني ينبغي أن يكون له دور في العملية السياسية التي كان من المزمع أنزاك أو كان يجري التفكير بطرحها أنزاك أن يكون له الدور في هذه العملية وأن تكون من بين الوفد المفاوض للسلطات السورية لذلك شجعت كل من تركيا وقطر أحرار الشام على أن تخوض غمار المفاوضات وهذا له سببين الأول عدم قدرتها على اقتحام كفرية والفوعة والثاني كما قلنا هو الرغبة في لعب دور سياسي وقد تزامن ذلك مع المقالات السياسية التي كتبها لبيب بن حاس وهو الذي كان يقود المفاوضات بخصوص الزبداني الفوعة ونشرها في عدة صحف غربية وكانت توحي بوجود تعديل في وجهة نظر أحرار الشام السياسية وأنها ترغب بالفعل في أن يكون لها دور سياسي لذلك أعتقد أن هدنة الزبداني الفوعة كانت في هذا الجانب بمسابة تمرين أو تدريب لأحرار الشام كي يتم نقلها من مسرح العمليات العسكرية والقتال إلى مسرح السياسة وهذا ما شاهدنا علاقتها ببقية الفصائل يعني مفهوم أن هناك محاولة نعم تفضل نعم يعني هذا علاقتها مع الفصائل بدأ منذ بداية الحديث عن هدنة الزبداني الفوعة ومنذ فشل الهدنة الأولى والهدنة الثانية حيث كانت العديد من الفصائل المتحالفة مع أحرار الشام ترفض هذه الهدنة وقد كان من نتائج ذلك إلى جانب أسباب أخرى ما شاهدناه من خروج جند الأقصى من جيش الفتح وعدم مشاركتها في العمليات التي يقوم بها حاليا في ريف حلب الجنوبي كما أنه بعد مشاركة أحرار الشام بشكل خاص في مؤتمر الرياض بات العديد من الفصائل المتشددة خصوصا ذات الميول القاعدية تنظر إليها نظرة الاتهام والخيانة وقد كان أبو محمد الجولاني واضحا عندما وصف كل من شارك في مؤتمر الرياض بأنه خان دماء من سماهم المجاهدين وهذا يوحي أو يعطينا مؤشر على أن العلاقة سوف تكون تصادمية في المستقبل أستاذ محمد أبو القاسم لا أدري إن كنت تسمعني بشكل جيد الآن هل تسمعني؟ نعم حضرتك رفقت عمليا كل محاولات التفاوض التي كان يتم التفكير فيها في الزبداني على الأقل قبل ربطها بكفاريا الفوعة لماذا فشلت المحاولات المحلية برأيك أستاذ محمد وتقدمت المفاوضات عندما تدخلت تركيا وإيران هل الظروف لم تكن مواتية أم أن قرار الزبداني كفاريا والفوعة لم يعد أو لم يكن أصلا محليا يعني بصراحة بيّن الموضوع أنه عبارة عن أجندة دولية كانت موجودة في الزبداني يعني وهناك مصالح ترتبط بدول هلأ اليوم أهل الزبداني كلياتهم البالغ تعدادهم 40 ألف نسمية كلهم مؤمنين بالعودة لمؤسسات الدولة ما ربط هذا الأمر وهذا الأمر أنهم مؤمنون بهذا الشيء هو اللي خلاني أنا أدخل وبقوة إلى محور هذه المفاوضات نحن بلشنا مفاوضات من تاريخ 3-7 إلى تاريخ 22-8 خلالها وصلنا إلى مرحلة جدا 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 مهمة حتى بإتمام وإنهاء الاتفاق ولكن بتاريخ 10-8 تحديدا 10 عشر آب صدر بيان من المجلس المحلي للزبداني موقع من رئيس المجلس محمد علي الدرساني والذي اليوم أصبح بإدلب وخرج مع المسنين وقع بيان بأنهم يطالبون ويناشدون جيش الفتح بقصف الفوع وكفرية مقابل أن يتوقف النظام أو السلطة عن قصف الزبداني عندها خرج الأمر من يدنا وأصبح الأمر بشكل تلقائي بيد دول إقليمية الكل يعرفها إيران من جهة لأن قرار المجموعات المسلحة لأن قرار المجموعات المسلحة هو المجموعات المسلحة وخاصة أكبرها على إطلاق أحرار الشام في الزبداني هو بيات تركيا يعود إلى أحرار الشام وتحديدا تركيا الرعي الرسمي لها ولذلك كان لابد من تدخل أيضا دولة أقليمية بالمقابل لكي تفاوضها على موضوع كفرية الفوعة عندما قيادة المسلحين ربطوا الأمران مع بعضهما بالتأكيد والهدن التي قمنا بها لم تفشل يعني إلى الآن إلى الآن عندما يتصلون بمسلحي الزبداني أو من هم من أهل الزبداني الذين محاصرين في مضايا أو بلودان أو هاي يطالبون بصراحة بإعادة الدخول إلى المفاوضات بالبنود التسعة التي أعدتها لأنه هي أنسب شيء كانت للأهالي وللحكومة السورية كما ذكرت وكما قلت لحضرتك أنه تفويد أهل الزبد أو تفويد المجلس المحلي والمسلحين الأحرار يموك للمسلحين اليوم في حالة انقسام داخل الزبداني بين المسلحين حالة انقسام وقوية جدا يرفضون يعني حتى يرفضون كل قرارات المجلس المحلي وكتائب حمزة اليوم أو في الأمس عندما تم الاتفاق أغلب المسلحين لم يكن المسلحين الذين يريدون تسوية أوضاعهم لم يكنوا لا ضمن الاتفاق ولا ضمن الجرحة الذين خرجوا ولا حتى كانوا موجودين ضمن المحور ضمن محور ساحة السيلان اللي صار فيها العملية التبادل المبارئ نعم طيب أستاذ عبدالله كيف تفسر حضرتك تكلمت عن محاولة إظهار أحرار الشام كفاصيل قادر أو يقبل بالعملية السياسية وبالتالي يمكن للحكومة السورية أن تفاوضه أو أن يدخل في التسوية المقبلة ولكن بمقابل كيف تفسر مزاج هذه المجموعات بقبولها بالهدن بمعزل عن أن أحرار الشام هذه هي الأجندة الخاصة بها لكن كما تحدثت أيضا هناك اتفاق حي الوعار هناك تسويات أخرى هناك أيضا مناطق جنوب دماشق التي سنفصل في موضوع خروج داعش وغيره من الفصائل منها كيف يعني لماذا انقلب مزاج هذه المجموعات هل الانخراط الروسي ربما بشكل أو بآخر سبب هل انقلاب ربما الميدان أو استعادة الجيش السوري المبادرة على أكثر من جبهة وجبهات كانت مهمة جدا وحيوية جدا للجيش السوري كانت أحد هذه الأسباب نعم يعني قبل الإجابة على هذا السؤال سوف أقتبس من أحد قادة الجهاديين الذي قال عبر حسابه على تويتر ما معناه أن جهادنا يحتضر بين الخطوط الحمراء وبين الحافلات الخضراء وهذا الدليل على أن الهدن والاتفاقات بدأت تأتي تأثيرها الكبير على الساحة السورية وبات لها دور في تغيير المعادلة وموازين القوة أما السبب الذي أدى إلى تغيير هذا المزاج فأنا أعتقد أنه يختلف بين منطقة وأخرى ومما له دلالة بالغة عن تغيير هذا المزاج الغوطة الشرقية كمثال فمثلا سعيد درويش الذي كان يفتي قبل عامين بهذر دم كل من يهادن النظام السوري هو الذي استلم مبادرة الهدنة في الغوطة الشرقية وكان يريد الترويج لها وهذا يعطينا مؤشر على أن فعلا هناك تغيير كبير في المزاج لدى الفصائل المسلمة ولدى سببه أستاذ عبدالله الشعبية سبب هذا المزاج المتغير الأسباب يمكن اختصارها أولا التدخل الروسي كان له دور كبير فهو الذي وضع خطوط حمراء على بعض المناطق خصوصا العاصمة دمشق والوسط السوري واللازقية وطرطوس هذه الخطوط الحمراء هي التي يتحدث عنها الجهاديون وهذا ما أدى إلى إحباط لدى عدة فصائل من أنه لم يعد بالإمكان القيام بأي عملية عسكرية كبيرة في محيط دمشق وهذا كان أحد الأسباب التي دفعت عناصر داعش إلى التفكير فعليا بالانسحاب من تلك المنطقة وقبول الاتفاق الأخير وأن لم يجري تنفيذه وفي مناطق أخرى كان للحصار الذي قام به الجيش السوري على مدة طويلة دور في ذلك وهذا نموزج عن الغوطة الشرقية وفي مناطق أخرى وهذه نقطة في غاية الأهمية الخلافات بين الفصائل المسلحة بعضها البعض كان له دور في تشجيع هذه الودان أو في تمرير بعض الاتفاقات وهذا برز في الشهر الأخير فيما رأيناه في درعة حيث أدى التنازع بين عناصر جبهة النصر بعضهم البعض إلى عقد جزء منهم يبلغ تعدادهم حوالي 200 مسلح وعلى رأسهم قيادات كبيرة في جبهة النصر عقدوا اتفاق مع الجيش السوري ليسمح لهم بالمرور من درعة إلى إدلب نعم مقابل شروط معينة ولكن هذا يمكن اعتباره بداية اتفاق جديد أو نوع جديد من الهدن التي عقدها الجيش السوري وأنا هنا أريد أن أنوه إيجاز عن هذه الهدن بأن هناك ما يجبه السياسة والاستراتيجية لدى الجيش السوري بأنه يشجع خروج المسلحين من المناطق التي يسيطرون عليها إلى الشمال أو الشرق وتحشيدهم في مناطق معينة طيب أستاذ عبدالله نعم تفضل تحدثت عن مناطق جنوب دماشق تحديدا يعني عن داعش للمرة الأولى تصل إلى تفاهمات الصحة التعبير عبر الأمم المتحدة طبعا الحكومة السورية لا تفاوت داعش مباشرة وكان هناك ربما تفاهم على أن تخرج هذه المجموعات إلى الرقة ما الذي يجعل داعش تقبل بمثل هذا الاتفاق كيف يمكن لها أن تتخلى عن منطقة حيوية وهي موجودة بقوة فيها وقد صفت أقلب الفصائل وكانت لها الكلمة العليا في هذه المناطق منطقة متاخمة لدماشق وأيضا ما الذي تغير داخل داعش حتى يجعلها تقبل بمثل هذا بمثل هذه التسوية صح التعبير نعم كما قلت سابقا أن التدخل الروسي الأخير وفاعلية الغارات التي يقوم بها أنا أعتقد أنها أقنعت قيادة داعش بأنه لا جدوى من أي عمل عسكري في محيط دمشق لأنه بات بحكم الخط الأحمر الأخطر لدى الروس أو لدى السوريين كما أن علاقة داعش مع باقي الفصائل سواء في مخيم اليارموك أو حي القدم أو جنوب دمشق هي علاقة تصادمية ورغم أن داعش تقدم في بعض أحياء حي القدم مؤخرا إلا أن أجناد الشام استطعت استرداد قسم من ذلك لذلك العلاقة تصادمية وليس هناك جدوى عسكرية على المضى الطويل لذلك أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي دفعت قيادة داعش إلى القبول بهذه الهدنة كما أن عاد موجود عدد كبير من المقاتلين الأجانب في جنوب دمشق سهل مثل هذا الاتفاق أغلبهم من العناصر السوريين غير المتشددين أو الذين أشربوا عقيدة داعش بشكل جدي كل هذه العوامل وهذا واحد من الأمور التي أريد أن أسألها لك في المحور الثاني لكن قبل أن نذهب إلى فاصل بشكل سريع جدا أستاذ محمد أبو القاسم قلت بأن هناك قادة لمجموعات مسلحة من الزبداني خرجت يوم أمس أو ربما هناك من خرج قبل حتى الإخلاء الذي حدث يوم أمس لم يبقى سوى أبو عددن زيتون وهو القائد العسكري الوحيد الذي بقي في الزبداني هل يمكن له أن يمسك بالمقاتلين المتبقيين في الزبداني أم أن كل المجموعات التي تبقت في الزبداني وغيرها من المناطق المحيطة هي عرض الانهيار قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار نحن نعرف جيدا أن الزبداني محاصرة كليا واليوم نحكي أنه لا يوجد حتى أكل لدى المسلحين اليوم هناك ناس ملتفة حول أبو عددن زيتون ممكن بعضها حتى من شان موضوع الغذاء هو كل شيء باقي وموجود ولكن لا يظهر للناس لكن خروج المسلحين أو القاد الذي خرج بالأمس هذا أدى إلى أمتعاض كبير وخلافات كبيرة حدثت داخل الزبداني حول هذا الأمر حتى أنه لم يشمل اتفاق أي أحد من مسلحي مضايا فقط خرج حوالي الخمسة وهم من عائلات المسلحين الموجودة في الزبداني لذلك أبو عدنان إلى الآن كامش في زمام الأمور بسبب أنه هو الممول هو القائد العام لكتائب حمزة ومجرد خروجه هذا سيعطي بأن كل قيادة أحرار الشام التي كانت تقاتل من أجلها الأحرار أصبحت خارج البلاد إذن أنا برأيي عندها ستكون هدنة قد فشلت وهناك بعض القادة خرجوا قبل تلك الصوت يرجع بس نعم تتقول بأن بعض القادة قد انسحبوا قبل الاتفاق وهم من القيادات المهمة جدا يعني أنا مد أذكر أسماء بس هناك ثلاثة أحدهم قائد لواء الفرسان أحدهم المستشار السياسي لكتائب حمزة أحدهم القائد الشرعي كما يقولون نعم سنتابع في تفصيل هذا الموضوع وانعكاسه على المعركة ربما ليست فقط معركة الزبداني على كل محيط دماشق إلى جانب العنصر الأساسي الذي استجد أيضا على المشهد في محيط دماشق وهو اغتيال زهران علوش ولكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونعود أهلا بكم مجددا أعزائي مشاهدين إلى المحور الثاني من حلقة هذه الليلة أستاذ عبدالله علي برأيك لماذا تم اغتيال زهران علوش إذا اضطردنا أن هذه العملية قد تم الإعداد لها مسبقا هناك الكثير من الأراء المتضاربة حول مقتل زهران علوش ولكن هل تم اغتياله لم أفهم كيف يعني هل كان مقصودا أن يتم اغتيال زهران علوش أم أن هناك قصف لمقر وبالصدفة كان هناك زهران لا أنا أعتقد أن زهران علوش كان مستهدفا وكانت السلطات السورية أو الجيش السوري وبالتعاون مع روسيا متعمدين استهداف زهران علوش في هذا التوقيت الحساس وهم أرادوا إيصال رسالة إلى بعض الأطراف الأقليمية بأن هناك سقف معين للمشاركين في وفد التفاوض وأنهم لا يقبلون بأن يكون هناك إرهابيين من نوع زهران علوش في عملية التفاوض وأعتقد أن الرسالة قد وصلت وأكبر دليل على ذلك التصريحات الأميركية بأن اغتيال زهران علوش يمكن أن يؤثر على العملية السياسية في سوريا محمد أبو القاسم لا يزال هناك 20 ألف من المحاصرين من المدنيين في كفريا والفوعة وأغلبهم من النساء والأطفال وبالمقابل أيضا هناك ألاف المدنيين الموجودين في مضايا وسرغايا مع المسلحين أيضا محاصرين هل توجد رزنامة معينة أو أجندة لإدخال الإمداد الغذائي والطبي لسرغايا ومضايا وإخلاء المدنيين من كفريا والفوعة كما ينص الاتفاق هلأ من المفروض أنه بعد إخلاء الجرحة خلال الأيام القليلة القادمة وبحسب ما صرح السفير يعقوب الحلو من الحدود بأن سيكون هناك إدخال المساعدات خلال أيام قليلة إلى المناطق المتضررة أو المناطق المحاصرة بالتوازي بين مضايا والزبداني وكفريا والفوعة هلأ هناك حالات إنسانية لا يمكن للمساعدات أن تتأخر أكثر من ذلك فهناك أربعين ألف مدني محاصر في مضايا وهناك عشرين ألف مدني محاصر بكفريا والفوعة طبعا الاتفاق ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي معويقات لدخول المساعدات أو فتح طريق آمن إلى الآن لم يفتح هذا الطريق خلال ثلاثة شهور مضايا محاصرة الآن الأطفال الأطفال في مضايا يموتون هناك سلاسة حالات اليوم وفاة لمسن وامرأة وطفل بعض الأطفال يذهبون إلى الحواجز المحيطة بمضايا ليأكلون بقايا بصراحة طعامهم وعندما يعودوا ممكن أن يدفعوا سمن ذلك الألغام الموجودة يعني يمكن أن يدفعوا ذلك أرجلهم وبالمقابل أيضا الفوع وكفرية محاصرة ولكن وضع الفوع وكفرية بحسب ما لدينا من المعطيات بأنه يلقى لهم الغذاء من الطائرات أما المضايا فمحاصرة من كل الجهات ولو افترضنا أن من هم في مضايا كلهم مجرمين يعني أربعين ألف مجرم أو محاصر أو خلينا أو مزجون ولكن ألم يكن قرار المجموعات المسلحة هو بخطف هؤلاء المدنيين ووضعهم في هذا الحصار ألم يكن هناك عروض كثيرة من قبل الحكومة السورية بأن تتم تسوية أوضاع هذه المناطق وبالتالي يخضعون لتسوية كما كان في مناطق جنوب دماشق والمسلحون هم من رفض ذلك؟ سديما الكل يعلم بأن المسلحين في منطقة والأهالي في منطقة يعني والمنطقتين غير متداخلتين المدنيين في مضايا هم بعيدين عن مسلحي الزبداني بالأمس مرة تقرير على إذاعتكم بأن هناك 200 مدني فقط في الزبداني هؤلاء ليسوا 200 مدني هم عبارة عن حوالي 75 مدني من بقب الزبداني أما من هم في مضايا ومفصلين كليا 40 ألف مدني و200 مسلح الكل يعلم أيضا أن أهالي مضايا خرجت مظاهرات مؤيدة للسلطة السورية وتقول لهم يعني افتحوا الطريق ورفعت الأعلام السورية وطالبت بطرد المسلحين وخروجهم من مضايا إلى الزبداني يعني المئتين مسلح الموجودين في مضايا في النزول إلى الزبداني هناك رفض لهذا الأمر يعني 40 ألف كما قلت لك إذا كانوا مسجونين السجين يطعم اليوم نعم ولكن ما الذي يؤخر برأيك إدخال المساعدات هل لأن الاتفاق هو سلة متكاملة من الشروط تماما سلة متكاملة وتحمل المسؤولية هنا من هم محاصرين الفوع وكفرية أي جيش الفتح إذا كان قلبهم على أهل الزبداني كما يقولون فعليهم فتح طريق آمن للفوع وكفرية ليفتح طريق آمن للزبداني حتى أنهم في الفترة الماضية خلال دخول 23 سيارة مساعدات أوقفت السيارات للتفتيش وصدرت منها طبعا المتجهة إلى الفوع وكفرية وصدرت منها الطحين وكل الأدوية وهذا أيضا مخالف للاتفاق يعني الحصار في مضايا وكفرية نعم الحصار في مضايا يتحمل مسؤوليته بشكل أساسي جيش الفتح الذي لا يزال يمعن في حصار كفرية والفوع وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته جيش الفتح يتحمل مسؤوليته أحرار الشام الموجودين في الزبداني الذين فوضوا جيش الفتح وقالوا له أن يقصف الفوع وكفرية مقابل الزبداني يعني اليوم عليهم أن يدركوا أن هناك أربعين ألف مدني ليس لهم زنب أطفال إذا كان قلبهم عليهم عليهم أن يفتحوا هذا الطريق يعني الأطفال تموت اليوم حالات إغماء يومي حالات وفاة يومية يعني من يتابع الصور ويتابع الصفحات التي تعبر عن هذا الشيء بصراحة شيء محزن نعم طيب أستاذ عبدالله بالعودة مرة أخرى إلى اغتيال زهران علوش وتدعيات ذلك على الغوطة الشرقية يقال أن خليفته أبو همام البويضاني هو شخص توافقي ورغم التهديدات لم يحدث يعني لم يقم بأي عمل انتقامي ضد دماشق رغم أنه حتى قبل المباعة أعلن دماشق منطقة عسكرية وأيضا قال بأنه ينسحب من الهيئة العليا للتفاوض التي كانت في مؤتمر رياض هل برأيك اليوم أبو همام هو غير زهران أم أنه يعني جيش الإسلام مستمر ومتابع في مسيرته المسلح يعني في الغوطة الشرقية بوجود زهران أو بعدم وجوده نعم قبل أن أجيب عن هذا السؤال وتأكيدا لما يحدث في سرغايا وأن أحرار الشام هي من تتحبل مسؤولية حصار الأهالي هناك اليوم يعني منذ ساعات تم اغتيال أحد قادة أحرار الشام في سرغايا لدورها في حصار الأهالي هناك هذا فقط للسؤال السابق أما بخصوص زهران علوش وأبو همام البويضاني فأنا أعتقد أن زهران علوش ظاهرة لن تتكرر في الغوطة الشرقية ولن يعود إلى قيادة جيش الإسلام شخص مثل زهران علوش ليس بسبب مواهبه ومؤهلاته وأنما بسبب الدعم الخارجي الذي كان يحظ به وسيقة العديد من مشائخ الدين ورجال الاستخبارات في السعودية به كشخص معين أما بالنسبة لأبو همام البويضاني فقد تم الاتفاق بسرعة من خلال مجلس قيادة جيش الإسلام على تعيينه بديلا لزهران علوش علما أن هناك حوالي عشرين نائبا لزهران علوش ويتكون جيش الإسلام من حوالي 64 فصيل لذلك فأن القيام بهذه الاستشارات واتخاذ القرار بهذه العجالة يعطينا مؤشر على أن كان هناك ضغط خارجي والسعودي بشكل خاص لتدارك اغتيال زهران علوش وتثبيت أحد مكانه بأسرع وقت ممكن تلافيا لأي هزات يمكن أن يتعرض لها جيش الإسلام قد تؤدي إلى انشقاقات فيه أو تفكر في بنيته هذا يستتبع ربما سؤال أيضا كيف ستكون علاقة جيش الإسلام اليوم ببقية الفصائل بعد مقتل علوش خاصة أنها لم تكن جيدة حتى في حياة علوش هناك توتر مع النصرة مع أحرار الشام مع فيلق الرحمن رغم أن الجميع نعوه بعد موته ولكن كما قلت زهران لن يتكرر في قيادة جيش الإسلام كيف ستكون اليوم العلاقة نعم أنا أعتقد أن الأمر في الغوطة الشرقية كان معقدا على صعيد العلاقة بين الفصائل بعضها البعض زهران علوش كان يريد الهيمنة على الغوطة الشرقية وتكوين إمارة خاصة به وهو استطاع أن يقنع كافة الفصائل بالانضمام إلى القيادة العامة للغوطة الشرقية ومع ذلك استمرت الخلافات بينه وبين هذه الفصائل باستثناء جبهة النصرة التي بقيت خارج القيادة العامة وما زاد من تعقيد الأوضاع في الغوطة الشرقية هو أولا التدخل الروسي ثانيا العملية العسكرية الكبيرة علوش يعني هنا الفصائل سوف تجد نفسها على المدى القصير مضطرة إلى التقارب فيما بينها ونسيان خلافاتها لوقت قصير وهذا ما أكده قيامها بتأليف ما يسمى غرفة عمليات المرج المشتركة لصد هجوم الجيش السوري في منطقة مرج السلطان وهي تناسة خلافاتها ولكن هذا لا يعني أن الخلافات ذلك ممكن أن يستمر سوف تتفجر سوف تتفجر في أي وقت وأي لحظة وهناك تحديات أمام القائد الجديد لجيش الإسلام تتمثل في علاقته مع جبهة النصرة أولا علاقته مع حرار الشام التي تسعى جاهدة حتى قبل زهران علوش إلى أخذ بيع من لواء فجر الأمة وأجناد الشام في حرستة ونحن نعرف أن لواء فجر الأمة يسيطر على أغلب الأنفاق التي تصل إليها المواد الغزائية إلى الغوطة الشرقية يعني برأيك ممكن أن يعني ممكن أن نشهد ربما محاولة للسيطرة أو لهيمنة فصيل آخر غير جيش الإسلام على الغوطة الشرقية أنتقل إلى محمد أبو القاسم أستاذ محمد حدثتك تكلمت عن محاولات بعض المسلحين لتسليم نفسهم إلى حواجز الجيش وربما لديك قائمة لا أدرك ما العدد الذي موجود لديك إذا كان ما نتحدث عنه هو واقعيا وفعلا هناك من يريد أن يسلم نفسه لكن يبدو أيضا بالمقابل بأن السلطات السورية والمقاومة يفضلون مواصلة ربط الزبداني بكفريا الفوعة لتأمين خروج أيضا المدنيين منها يعني عندما هناك من يقول بأنه إذا وافقت الحكومة السورية على تسوية أوضاع هؤلاء المسلحين في الزبداني لن يبقى لها ورقة للتفاوض المدنيين في كفريا الفوعة طيب توصيفك دقيق بس خلينا نحن نحكي بشكل آخر هلأ في 200 مسلح أنا قلت أنه جاهزين لتسليم وتسوية أوضاعهم وهؤلاء من الأساس كانوا من أكثر من ستة أشهر مؤمنين بشيء اسمه مؤسسات دولة والعودة إلى البلد وإلى عودة الزبداني إلى حضن الدولة السورية ومؤسساتها بس في شغلة أنه موضوع ربطهم بالفوعة وكفرية أنه إذا تم تسوية أوضاعهم الفوعة وكفرية انتهت من الحسابات الإقليمية نحن ما عنا إلى الآن يعني ما عنا مانع بطريقة إدارة الأزمة في الزبداني والفوعة وكفرية من حيث أنه ربطهم ببعض لكن على الأقل فقط إدخال المساعدات يعني اليوم هن الرابطين المسلحين خلي المسلحين سووا وضعهم يبضل عندهم المسلحين الرافضين للحل يلي هن المئتين من أحرار الشام بيبقوا المدنيين موجودين لا زالوا في مضايا لكن نحن نطالب فقط بإدخال الغذاء لهم يعني اليوم إذا ما دخل الغذاء هذون الأربعين ألف ممكن الواحد يروح يطعم أولاده يرتكب جريمة يعني اليوم كيلو الحبوب واصل للخمسة واربعين ألف كيلو البرغل واصل للخمسة وثلاثين ألف في مضايا شخص باع سيارته مقابل أربع كيلو برغل وخمسة كياس حليب لأولاده بينما هناك بعض من هم من أهالي المسلحين ينعمون بالأكل والغذاء لأن الأموال متوفرة لديهم ويشترون أد ما كان التكلفة يشترونها لكن كما قلت إدخال المساعدات ستكون خلال أيام يفترض على الأقل كما تم التصريح من قبل الأمم المتحدة نرجو استمراريتها يعني من شهر ونصف من شهر ونصف دخلت 23 سيارة ووقفت وال23 سيارة كلياتنا منعرف أنه دخلت والمواد اللي فيها فازدة ليست زاد صلاحية قائمة طبعا بالتوازي نفس الشيء مع الفوع وكفرية أستاذ أبو القاسم نحن على اعتبار أننا مرة أخرى أمام محاولة إطلاق مسار سياسي يفترض أن يكون نهاية الشهر الأول من العام المقبل هناك موعيد للذهاب إلى جناب خلال هذا الشهر هل سيجري ضم هذه المسارات وهذه الهدن وهذه التسويات إلى العملية السياسية برأيك هل ستستفيد منها على الأقل حكومة سورية في عملية جناب وهل ستذهبون أنتم كمعارضة داخلية إلى جناب هل مجرد انعقاد مؤتمر جينيف المؤجل من سنين من أكثر من سنتين يعطي راحة نفسية لكثير من المواطنين السوريين أولا ومجرد انعقاده بالتأكيد هذه الملفات وهو قريب 25 يوم بقيا تقريبا مجرد انعقاده سيخطي هذا الأمر يعني اوتوماتيكيا أن تدخل كل تلك المصالحات والملفات والتسويات والحلول وهو مؤتمر للحل السياسي نرجو من ذلك ولكن إذا فشل جينيف ولم يكن هناك وفد متوازن يعني يوازن يوازن الأمور وينتهي الأمر بسندوق الاقتراع إذن هناك مشكلة إذا بقي بعض المتشبسين بأعراءهم وبقي بعض المتشبسين بطرق إنهاء الأزمة السورية يعني هذا الأمر سيؤدي إلى فشل جينيف عندها لابد من البحث عن مسار آخر الآن الصين مشكورة يبدو أنها هناك في المدى القريب هناك محاولة أيضا لإيجاد حل سياسي لتجمع المعارضة المؤمنة بالحل السياسي مع الحكومة السورية نرجو من ذلك هذه الملفات حكما ستنتقل كل من لديه ملف يضعه على الطاولة حكما ستنتقل وتعود بنتائجها إذا كانت ناجحة على سوريا والشعب السوري أستاذ عبدالله علي طبعا ذكرتي لحضرتك بس ذكرتي لأنه هل ستكون أنتم كمعارضة موجودين هذا الأمر إلى الآن ليس بيدنا نحن نعلم أن هناك مؤتمر للمعارضة في السعودية أفرز مجموعة مفاوضين عدد 34 انتخبوا منهم على ما أعتقد ما بين 10 إلى 15 شخصية زائد مستشارين هؤلاء الأسماء يمثلون جناح من كانوا في الرياض هناك أيضا خمسة أسماء أيضا من معارضين موزعين في العالم أيضا أضيفت لهم من قبل السيد المبعوث الأممي وهناك قائمة خرجت من الداخل السوري عبر آخر مؤتمر عقد وهو مؤتمر صوت الداخل تضم حوالي 20 اسم لعشرة هيئات وأحزاب قد بصراحة يختار منها المبعوث الدولي من خمس لثماني أسماء لتمثيلها كمعارض داخل في المؤتمر الدولي القادم نعم هذا باللغة به رسميا أن هناك ثمانية أسماء من معارضة الداخل ستكون ضمن وفد المعارضة على الأغلب لم نبلغ رسميا هي معطيات معطيات بناء على أحاديث تجري مع كثير من السفراء مع كثير من المعنيين بالأمر من خمسة إلى ثمانية ممكن أن تكون الأسماء المقترحة من الداخل قد يكونون ليسوا كلهم مفاوضين قد يكون اثنين أو ثلاثة مفاوضين والباقي مستشارين إلى الآن لم تتبلور الأمور بانتظار زيارة السيد المبعوث الدولي إلى دمشق خلال الأيام القادمة لإتمام هذا الأمر أستاذ عبدالله علي في نقاش دائم وفي كل تسوية يقال بأن العناصر الجهادية السورية لا تشكل خطرا كما هي العناصر الأجنبية إما لأن اديولوجيتها المتشددة هي حديثة العهد ولأنها عاشت في بيئة إسلام وسط معتدل وأنها عندما تبدأ التسوية السياسية ستعود إلى إسلامها المعتدل إلى أي حد أولا هذا الكلام صحيح وأنت تعرف أن أحرار الشام هي جزء من هذه الفصائل الجهادية وكانت الفصيل الرئيسي في المعركة في الزبداني وأيضا في الهجوم على كفاريا والفوعة نعم هذا الكلام يمكن أن ينطبق على بعض الفصائل المسلحة التي تقاتل في إطار ما يسمى الجيش الحر أما بالنسبة للفصائل المتشددة وخصوصا أحرار الشام وجيش الإسلام فهزين الفصيلين هما يتبنيان الفكر الوهابي والعقيدة السلفية الجهادية وهنا لا فرق بين الجنسيات لا فرق بين سوري أو مقاتل أجنبي كلهم سواء بالعكس هناك نمازج عن أن بعض القيادات السورية أكثر تشددا من بعض القيادات الأجنبية مثلا في جبهة النصرة يعتبر أبو فراس السوري بمثابة داعش داخل جبهة النصرة لكسرة تطرفه وهو من السوريين لذلك أنا أعتقد أن هذه القاعدة مغلوطة والجهاديين بشكل عام لا يؤمنون بالجنسيات ولا بالوطنيات ولا بمفهوم الوطن وأن من ينطلقون من عقيدة سلفية جهادية ضيقة يعتبرون أن من يماثلهم ويجبههم هو من له حق في الحياة أما من يخالفهم فينبغي أن يموت بأي طريقة أخرى أما الشق الثاني من السؤال لا أنا قلت فقط أن هذه عناصر قابلة لأن تدخل في التسوية السياسية لأنها ستعود مجرد أن تدخل في التسوية السياسية ستعود إلى إسلامها المعتدل أو المتوسط ولكن يبدو أن لديك رأي آخر لا أما هنا فيه تفصيل مثلا أحرار الشام كنموزج يوجد فيها تيار هو تيار قاعدي يؤمن بالجهاد العالمي ولكن الجناح السياسي في أحرار الشام هو أقرب إلى فكر الإخوان المسلمين وهو عبر عبر تصريحات معينة أنه يريد القيام بدور في العملية السياسية والعودة إلى المشاركة مع الأقليات وما إلى ذلك ولكن الخشية من أن يكون هذا الخطاب هو خطاب مزدوج قائم على التقية وهذا يذكرون بما بزهران علوش نفسه زهران علوش كان في منتصف عام 2012 أول من أقام تحالف مع أبو عدنان زيتون في الزبداني تحت اسم تجمع عنصار الإسلام ونادى بتأسيس دولة الخلافة الإسلامية ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن دولة العدل والقانون الخشي أن يكون هذا الخطاب مزدوج ومن باب التقية لأكثر نعم ويغش أيضا أن يكون ضمن أجندات إقليمية تتبع لها هذه الفصائل بطبيعة الأحبار شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالله علي الخبير في المجموعات المسلحة والإسلامية أيضا كنت معنا من دماشق وأيضا من دماشق أشكر جزيلا شكر الأستاذ محمد أبو القاسم رئيس حزب التضابع السودي المعارض شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة